أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم قال الله وقد نزل عليكم معاشر المسلمين في الكتاب في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يعني القرآن يكفر بها وشعائر الدين ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم لا تقعدوا مع المستهزئين حتى يخوضوا في حديث غيره يأخذوا في حديث غير حديث الاستهزأ بمحمد صلى الله وسلم وبالقرآن وبالشعائر الدين وهذه إشارة إلى ما أنزله الله في سورة الأنعام في قول تعالى كما سيأتي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره طيب ما هو الفرق بين الآيتين في فرق واضح في آية الأنعام لأنها مكية اقتصر فيها على مجرد الإعراض وقطع المجالسة لماذا؟ لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب لأن المسلمين في مكة لم يكن لهم من الظهور والغلبة كما في المدينة أما هذه فآية مدنية قال الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره هناك اكتفى بمجرد العراض فأعرض عنهم أعرض عنهم لكن هنا لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم وأما إن خوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا تقعدوا مع إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وبدأ بهم لعظيم جرمهم ولقال إن الله جامعهم أظهر في موضع الإضمار لبيان جرمهم ولبيان تحقق خسرانهم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم ما قال أيضا في النار ليكون أشد وأغلط جميعا كلهم ما قال إن الله جامعهم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم وأكد بقوله جميعا ما هي الصفاتهم من هم هؤلاء ما هي أحوالهم قال الذين يتربصون بكم هؤلاء الذين يتربصون بكم ينتظرون بكم الدوائر يعني المنافقين وسبحان الله في سورة النساء وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بليغ من الرب العظيم سبحانه وتعالى الذين يتربصون بكم المنافقون ينتظرون بكم الدوائر فإن كان لكم فتح من الله يعني ظفر وغنيمة قالوا قالوا لكم ألم نكن معكم نحن على دينكم وعناكم كنا معكم في الجهاد اجعلوا النصيب من الغنيمة وإن كان للكافرين نصيب يعني لهم دولة وظهور على المسلمين قالوا يعني هؤلاء المنافقون والكفار ألم نستحوذ يعني المنافقون يقولون للكافرين إذا غلب الكافرون على المسلمين قال المنافقون للكافرين ألم نستحوذ عليكم يعني نستولي عليكم من أغلبكم وأخبرناكم بعورات المسلمين وأخبرناكم بمداخلهم وما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم نصرفكم من المؤمنين يعني عند الدخول في جملتهم قال الله فالله يحكم بينكم يوم القيامة يعني بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ما معنى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا قد يقول قائل الآن نرى أن أمم الكفر لهم الغلبة والظهور في هذا الزمن فما معنى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ السَّبِيلًا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في معنى الآية يعني في الآخرة وقال عكرمة عن ابن عباس يعني لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل يعني حجة ظاهرة ما لهم دليل ما لهم حجة الحجة للمسلمين وقيل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل يعني ظهوراً على أصحاب النبي صلى الله وسلم ما ذي كم قول ثلاثة أقوال وقيل الآية وهو القول الرابع والأرجح إن الآية على عمومها ما في هذا شيء ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل الآية على عمومها وعلى ظاهرها وإنما المؤمنون يستر منهم المعصية انتبهوا يا إخواني معي في هذه الآية القول الراجح إن الآية على عمومها وعلى ظاهرها وإنما المؤمنون يستر منهم المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان مما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم مثل ما حصل يوم أحد واختار هذا ابن القيم رحمه الله وأكده إذن الآية على عمومها لن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا من اللي تسبب أن هذا بحسب قوة الإيمان وضعفه متى استمسك المسلمون بإيمانهم وصدقوا مع ربهم وأخلصوا لله وعملوا بجميع شرائع الله ما تخيروا بعض تركوا بعض فهنا لن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا لكن إذا تخل المؤمنون عن بعض أحكام الشريعة هنا بحسب ما تخلوا يجعلهم سبيلا انظروا مثلا في حال المسلمين لما ركنوا إلى الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كيف سلط عليهم أعداؤهم وصدق الله وليجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا لكن هم السبب كما قال الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ثم قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم كما قال في أول سورة البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وفي هذا إثبات صفة المخادع على الله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وهذه صفة كمال إذا كان المنافق يخادع الله والله يخادعه فالله يخدعه فهذه صفة كمال في حق الله تبارك وتعالى طبعاً ما صفة المخادع هنا للمنافق المنافق أظهر الإسلام صح أو لا؟ أظهر الإسلام فلما أظهر الإسلام وأبطن الكفر أمن على دمه وماله أظن هذا بينفع في الآخرة لكنه في الآخرة كما سيأتي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ما هي صفاتهم؟ قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالاً متثاقلين لا يريدون بها الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أثقلوا الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر الرجل فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم التثاقل عن العبادة من صفات المنافقين فهم لا يرجون لله وقال أصلهم لا يصلون إلا إذا كان المسلمون يرونهم والغالب إن صلاة الفجر والعشاء الجو مظلم ما فيه نور وهم لا يرجون لله وقارا فلذلك ما يشهدون ما يشهدون العشاء ولا الفجر يراءون الناس يفعلون ذلك مراءاتا للناس لا اتباعا لأمر الله ولا يذكرون الله إلا قليلا ولهذا قال الحسن البصري من أكثر من ذكر الله برئ من النفاق مذبذبين بين ذلك مترددين متحيرين بين الكفر والإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال مثل المنافق كمثل الشات العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وهذه مرة لا تدري أيهما تتبع الشات لا صرت بين القطيعين مرة تذهب هنا ثم ترجع مرة ثانية هنا ما تدري المنافق كذلك مذبذبين متحيرين مترددين لا إلى هؤلاء يعني لا إلى المؤمنين ليسوا من المؤمنين فيجب لهم ما يجب للمؤمنين وليسوا ما بينوا كفرهم فيكونوا مع الكافرين فلذلك قال الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيل ليس له طريق ثم قال تعالى محذرا من الركون إليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نهى الله عن والاة الكفار أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينة يعني حجة بينة في عذابكم الله جل وعلا لا يحب أن يعذب عبده المؤمن لا يحب أن يعذب أحدا من عباده إلا إذا العبد نفسه جعل لعذابه سبيل وحجة ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني والعياذ بالله في توابيت من نار في أسفل طبقات النار قال ابن عمر رضي الله عنهما أشد الناس عذابا ثلاثة أصناف من هم؟ أشد الناس عذابا ثلاثة أصناف الصنف الأول اللي عندنا هذا المنافقون لقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الصنف الثاني من كفر بعد نزول المائدة من أصحاب المائدة لقوله فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الثالث ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهؤلاء الثلاثة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة بعد نزولها وآل فرعون هؤلاء الأصناف كما قال ابن عمر هم أشد الناس عذابا والعياذ بالله المنافقون وأصحاب المائدة بعد نزولها الذين يكفرون وآل فرعون ولن تجد لهم نصيرا مانعا من عذاب الله إلا الذين تابوا من النفاق وآمنوا وأصلحوا عملهم واعتصموا بالله افتعال من العصمة وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف فالعصمة الحمية والاعتصام الاحتماء قال الله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم وقال واعتصموا بحبل الله الاعتصام بالله نوعان اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ والثاني اعتصام بوحيه وتحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم كما يقول ابن القيم رحمه الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله ما الفرق بين اعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله اعتصموا بحبل الله تمسكوا بدين الله او تمسكوا بما عليه الجماعة او تمسكوا بالقرآن او بعهد الله المعنى واحد اعتصموا بالله هذا يوجب للمسلم من يتبع الدليل والقوة والعدة اعتصم بالله قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم واعتصموا بحبل الله هذا يحمي من الظلالة ويوجب البعد عن البدعة وآفات العمل اذا اعتصمت بالله توكلت على الله استعنت بالله اعطاك الله قوة في قلبك وإيمانك اذا اعتصمت بحبل الله حماك الله من الضلال والبدع والأهوى وبينهما أيضا ترابط وتلازم بينهما ترابط وتلازم هنا الله سبحانه وتعالى قال وأخلصوا دينهم لله أخلصوا بقلوبهم فأولئك مع المؤمنين التائب من الذنب كما لا ذنباء إلا يتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين سبحان الله شوف اللفظة مع المؤمنين وش النتيجة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيمة أيضا ما قال وسوف يؤتيهم قال سوف يؤتي الله المؤمنين وأيضا أجرا عظيمة وهناك قال ظل ضلالا بعيدا وعذابا أليما للمنافقين وفي جهنم جميعا للمنافقين المؤمنين قال الله وسوف يؤتي الله المؤمنين من أجرا عظيمة ومن فاته رفقة المؤمنين وخرج عن دائرة الإيمان فاته حسن دفاع الله عن المؤمنين وفاته كل خير رتبه الله في كتاب على الإيمان وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله نحو مئة خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها فاحرص يا أخي واحرص يا أختي أن نكون دائما مع المؤمنين نكون مع المؤمنين لماذا؟ لأنك إن كنتم مع المؤمنين فلكم الأجر العظيم ها وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إن كنا مع المؤمنين بإيماننا الصادق فشرور الدنيا والآخرة سوف تدفع عنا الملائكة ستستغفر للمؤمنين كما قال الله الذين يحمل العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بهم ويستغفرون للذين آمنوا الله مولاهم الله ولي الذين آمنوا ولا يذل من كان الله وليه أمر الملائكة بتثبيتهم فثبتوا الذين ها آمنوا لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم كما في أول الأنفال العزة لهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين معية الله لهم وأن الله مع المؤمنين الرفع لهم في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا علم درجات أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ثم قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إن شكرتم نعماءه وآمنتم به فإن الله جل وعلا لا يعبى بعذابكم شيئا لا يعذبكم وكان الله شاكرا الشاكر جاء في القرآن مرتين من أسماء الله فهو شاكر وشكور والشاكر والشكور هو الذي يشكر القليل من العمل ويضاعفه ويثيب عليه ثوابا كثيرا ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا ومن أتاه يمشي أتاه هرولا والشاكر المادح لمن يطيعه المثني عليه المثيب له بطاعته فضلا عن نعمته شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يعني لا يحب الله الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم فيجوز للمظلوم أن يخبر عن الظالم أنه ظلمه وأن يدعو عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وقال عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يعني مماطلة الإنسان الغني وعدم أدائه للديون يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقال مطل الغني ظلم لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء بالكلام بالشتم أي أمر من الكلام الذي لا يرغبه الناس إلا من ظلم فيجوز الإنسان أن يدعو على ظالمه يجوز له أن يقول ظلمني فلان لكنه لا يتعدى الحدود ولهذا قال وكان الله سميعاً لدعاء المظلوم وسميعاً أيضاً لمن تعدى بكلام أو زاد زاد على الظالم اتهمه بما ليس فيه وكان الله سميعاً عليماً ثم قال تعالى إن تبدو خيراً يعني حسنةً أو تخفوه صدقةً سواء أظهرتم أو أبطنتم أو تعفو عن سوء يعني عن مظلمة فإن الله كان غفوراً فإن الله كان عفواً قديراً فهو أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة فمن عفى عفى الله عنه وما أحوجنا أيها المسلمون والمسلمات ما أحوجنا إلى تدبر قول الله أو تعفو عن سوء العفو عند المقدرة لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى في سورة النور قال ولا يأت لي أولو الفضل منكم والسعتي أن يؤتوا للقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم لما نزلت هذه الآية وكان مصطح ممن تكلم في حديث الإفك وكان ابن خالة أبي بكر وكان أبو بكر ينفق عليه وكان مصطح من فقراء المهاجرين قال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله لنا فأجر عليه النفق حتى مات ولم يقطعها هكذا يعاملون الله بعض الناس لو يظلم مظلمة يسيرة سهلة وتطلب منه العفو والمسامحة قال لا يا أخي ما يقوى قلبي على أنه سامح أحد ولا عفو قال لا يا أخي الإمام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله ظلم وضرب وأوذي في الفتنة التي تبناها المأمون وبعد المأمون المعتصم والواثق وضرب أكثر من ألف صوت وأوذي يقول الإمام أحمد كل من آذاني فهو في حل وجعلت الخليفة في حل ورأيت الله يقول وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم ثم قال الإمام أحمد وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلمة بسببك الله أكبر على هذه القلوب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كذلك سجن وضرب وأوذي لما دخل السجن كما في طبقات الحنابلة بالرجب ومعه أخوه عبد الله جعل عبد الله يدعو على هؤلاء الخصوم الذي تسببوا في إدخاله قال الإمام ابن تيمية رحمه الله لأخيه عبد الله لا تدعو عليهم ولكن قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق يقول لا تدعو عليهم يقول ابن القيم جئت إلى شيخي شيخ الأسلام بن تيمية أبشره يوم من الأيام بموتي شخص من أكبر أعدائه من فقهاء المالكية أفتى بكفر ابن تيمية وبقتله يقول فغضب وقال تبشرني بموت مسلم يقول فقام قال قم بنا إلى أهل بيته فقام إلى أهل بيته وعزاهم وقال أنا أبوكم بعد أبيكم إن احتاجتهم شيئا تأتون إلي يقول قال بعض خصوم ابن تيمية لابن تيمية وددت أني لأصحابي كما هو لأعدائه وددت أني لأصحابي كما هو لأعدائه لأنه يقول هؤلاء من المسلمين الذين خالفون في بعض المسائل الفقهية اليسيرة وإن كانهم إن كانهم عصوا الله فينا يجب أن نطيع الله فيهم أو تعفوا عن سوء فالعفو أمر عظيم ولذلك تأملوا وقرأوا والمقام لا يتسعى لأكثر من هذا في أحوال الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه بل حتى إمام المتقين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم كيف عفوه جاء وأعرابي ورفع السيف عليه وهو نائم قال من يمنعك يا محمد مني قال الله فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذ النبي عليه الصلاة والسيف وقال أنت من يمنعك مني قال يا محمد كن خير آخذ فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والمعاقبة وغيرها أم المؤمنين صفية قالت واحدة من جواريها لأمير المؤمنين عمر إن صفية تعظم السبت تعظم السبت وتتصدق على اليهود فسألها عمر قالت والله ما عظمت السبت منذ أبدال الله بالإسلام واليهود لي قرابات تعطيهم من مال الله ثم قالت الجارية ما حملك على هذا قالت حملني الشيطان قالت اذهبي فأنت حرة لوجه الله اذهبي أنت حرة لوجه الله إذا كان حملك على هذا الشيطان فما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا فمن حب أن يعفو الله تعالى عنه ويتجاوز عنه فليتجاوز عن عباد الله قال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله نزلت قيل في اليهود إنهم آمنوا بموسى والتوراه وعزير وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد والقرآن والآل عبرة بعموم لا فضلا بخصوص السبب ويريدوا أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولوا أن نؤمنوا ببعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يعني دينا بين اليهودية والإسلام ما ذهبا مثل ما يفعلها الآن بعض المفتونين الذين يتخيرون من الأحكام ما يناسب عقولهم والله يقول ادخلوا في السلم كافة بعض المفتونين في هذا الزمان تجدوا يتخير من أحكام الشريعة ما يناسبه وما لا يناسبه يرفضه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض خذ أحكام الله كما جاءت من عند الله وأنت مطمئن راض مسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يقولوا أن نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدنا أن يتخذ بين ذلك سبيلا قال أولئك هم الكافرون حقا حق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم وأعتدنا للكافرين عذابا مهينة ثم قال تعالى والقرآن مثاني والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرق بين أحد منهم يعني بين الرسل وهم المؤمنون يقولون كما قال الله لا نفرق بين أحد من رسله وهم المؤمنون والحمد لله يؤمنون بجميع رسل الله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم بإيمانهم بالله وكتبه وهذه الآية عكس حال من قال الله فيهم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا أولئك في ضلال بعيد وهؤلاء وسوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ثم قال تعالى يسألك يا محمد أهل الكتاب وما أكثر أسئلة أهل الكتاب لكن أحيانا يسألون أسئلة للتعجيز وأحيانا يسألون أسئلة لاختبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يسأل أحد من أهل الكتاب سؤال يريد الحق مثل ما فعل ذاك اليهودي الذي جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال إني سألك وسأله أسئلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل ينفعك إن أخبرتك قال أسمع بأذني فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ما سأل عنه ثم قال صدقت وإنك لنبي ثم دار ظهره مشى استفاد قال ينفعك إن حدثت قال أسمع بأذني وصدق وهو كذوب سمع بأذني لكن قال صدقت وإنك لنبي ثم انصرف وكثير أسئلتهم لو لضيق المقام وردت منها نماذج كما جاء في الصحيحين وغيرهما المهم قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح لا سؤال انقياد والله جل وعلا لا ينزل الآيات على اقتراح العباد فقد سألوا موسى أكبر من ذلك أعظم من ذلك السبعين الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل قالوا أرن الله جهرة عيانا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وهذا مذكور في سورة البقرة كما قال الله سبحانه وتعالى في آية سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظروا ثم اتخذوا العجل يعني إلها من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات فعفونا عن ذلك لم نستأصلهم وآتينا موسى عليهم وعلى غيرهم سلطانا مبينة حجة بينا من المعجزات ولقد آتينا موسى كم تسع آيات بينات ثم قال الله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم هنا لطيفة من لطائف التفسير كما يقولون فرق بعضها للعلم بين الطور والجبل ما الفرق نكمل مرة عليكم طور والجبل أشار الحافظ بن كثير إلى هذا الفرق قال الطور الجبل الذي عليه نبات المنبت كالذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى فإذا لم يكن الجبل منبتا فإنه لا يسمى طورا وإنما يسمى جبلا هذه لطيفة من لطائف التفسير ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم يعني رفع الله فوقهم الطور وقيل لهم إن لم تأخذوا الكتاب بقوة تؤمنوا وإلا وقع عليكم فتحت تهديد تحت التهديد قبلوا يعني إيمان أهل شوف كيف إيمانهم بالتهديد غساة القلوب هؤلاء قتلت الأنبياء اليهود وقلنا لهم أيضا لا تعدوا وقلنا لهم ادخلوا الباب السجدا ادخلوا بيت المقدس سجدا فزحفوا يدخلوا يزحفون دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره كما في الصحيحي وقلنا لهم أيضا لا تعدوا في السبت لا تتجاوزوا بصيد الحيتان كما قال الله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم وسبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وقلنا لهم لا تعدوا في السبت هنا إجمال وفي السور الأخرى تفصيل لجرائمهم لكن هنا إجمال لما فصل تعداد فقط رؤوس أقلام توضح المقصود وإلا ليبي التفصيل يذهب إلى سورة البقرة وغيرها من السور كيف فصل الله ما هي الحوال وقلنا لهم لأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم بنقضهم وما صلة مثل القول فبما رحمة من الله يعني برحمة يعني بنقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف كيف قلوبهم غلف إما قلوبهم غلف يعني كما قال الله في سورة البقرة وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم إما غلف يعني أنهم يقولون قلوبنا مغلفة ما تسمع ولا تعي ما نفق كلامك مثل ما قال المشركون وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعون إليه وإلا قلوبنا غلف يعني جمع غلاف يعني أنهم عندنا علم مليئة بالعلم فلسنا بحاجة إلى ما عندك من العلم وقالوا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها يعني ختم عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يعني لا يؤمنون أبدا إلا القليل منهم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه وقيل لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا أبدا لا يؤمنون ثم قال الله وبكفرهم سبحان الله فيه تكرير هنا كرر لحكمة قال الله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم ثم قال وبكفرهم وقولهم على مريم أبوهتانا عظيما تكرير الكفر للإذان بتكرر كفرهم حيث كفروا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين وأيضا وقولهم على مريم العذراء الطاهرة البتول بهتانا عظيما هنا أجمل لكن نفصل في آية أخرى ما هو هذا البهتان الذي قالوه في سورتي مريم أحسنت في قولي تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه ماذا قالوا قالوا أنه ولد ولد زنا والعياذ بالله اليهود ولهذا الله قال بكفرهم وقولهم على مريم أبوهتانا عظيما هنا فيه وقفة يقولون أن طاغية الروم أرسل خليفة المسلمين القاضي أبو بكر الباقي الله أن يرسله إلى طاغية الروم فأراد هذا طاغية الروم أن يعني يتكلم مع أبي بكر الباقي اللاني بكلام فيه يعني حط من شأن عائشة رضي الله عنها فقال امرأة في كتابكم معاشر المسلمين يقول طاغية الروم للباقي اللاني امرأة في كتابكم معاشر المسلمين اتهمت بأمر ما أدري من هي فقال الباقي اللاني هم امرأتان كلاهما قيل فيهما قول وكلاهما طاهرة عذراء وبتول وكلاهما برأها الله لكن عائشة ما جاءت بولد ومريم جاءت بولد فسكت عدو الله بكل خزي وذلة وصغار قال فعلا هم امرأتان في كتاب الله كلاهما برأها الله وكلاهما عذراء وطاهرة ومنزها عما رميت به لكن عائشة ما جاءت بولد ومريم جاءت بولد فسكت لأنه يعلم ما هو الجواء سكت بكل ذلة وصغار مريم ابنتها عمران وموسى ابن عمران هل في علاقة بينهم يمكن سبق هذا معكم مفروض أن يسير سابق معكم في قوله تعالى ايه نعم سبق إذن نسينا نقول أين على أي حال نعيد الآن على عجل بالنسبة المريم ابنة عمران ما لا علاقة بموسى بن عمران نهائيا لأن بينهم أكثر من ستمائة سنة أو ألف سنة وقد جاء في صحيحي مسلم أن المغيرة بن شعبة لما ذهب إلى نجران سأله أهل النجران قالوا أنكم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون وبين موسى وعيسى كذا وكذا سنة قال المغيرة ما أدري حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم فإذن مريم ابنة عمران عمران رجل صالح رجل صالح كان في ذاك الزمان وليس له قرابة بموسى بن عمران موسى الكريم عليه الصلاة والسلام لأن موسى قبل عيسى بآلاف السنين أو بمئات السنين بألف سنة أو ستمائة سنة ومريم عذراء بطول طاهرة حملت من غير زوج كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فنفخ في درعها نفخ واحدة فحملت بأمر الله جل وعلا وقدرته بعيسى عليه السلام فعيسى من أم بلا أب وآدم بلا أب ولا أم وحواء من أب بلا أم وسائر الخلق من أم وأب كم الأصناف؟ أربعة من أم وأب سائر الناس بلا أب ولا أم آدم من أم بلا أب من أم بلا أب عيسى من أب بلا أم حواء أم مريم امرأة صالحة قالت نذرت ما في بطنها أن يكون يخدم بيت المقدس كما في آل عمران إذ قالت امرأة عمرانة ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والأنثى لا تصلح للخدمة والاختلاط بالرجال وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم طبعا ما لا ذريه إلا إلا عيسى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما من مولود يولد إلا ينخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة اقرأوا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم نشأت مريم طاهرة عذراء وتنازعوا أيهم يكفلها ووقعت القرعة على زكريا النبي إما أنه زوج خالتها وزوج أختها ألمهم كفلها زكريا وكان كلما دخل عليها المحراب اللي هو مكان العبادة الغرفة وجد عندها رزقا كان جبريل عليه السلام يأتيها بطعام من الجنة يأتيها بطعام من الجنة يأتيها بطعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء قال يا مريم أن لك هذا قال تؤمن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فكانت متعبدة لله قانتة صالحة كل همها عبادة الله سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين لله جل وعلا فلما حملت بعيسى ولد عيسى هنا نشأ كما ينشأ الفضل ثم أرسله الله تعالى برسالته فلما أرسله الله سبحانه وتعالى برسالته حسده اليهود فوشوا به إلى قسطنطين ملك في الشام وقالوا إن في بيت المقدس إنسان يخرب عقائد الناس ويثير البلبلة فأرسل ملك الشام قسطنطين إلى والي بيت المقدس أننظر من هذا الرجل الذي يثير في الناس شغب وكذا فاقتله فدخل وإذا الحواريين مع عيسى عليه السلام في مكان وكانوا إثني عشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلا كما جاء في الأخبار فقال عيسى أيكم يرغب أن يكون عليه الشبه ويكون معي في درجته في الجنة فقام شاب منهم قال أنا قال اجلس خاف أنه ما يتحمل فقال ثاني فما قام إلا ذلك الشاب فقال ذالذا فقام ذلك الشاب فقال أنت ثم رفع عيسى وهم يرونه إلى السماء بأمر الله رفع إلى السماء فأمسكوا اللي عليها الشبه وقتلوه وصلبوه نسأل الله أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والله الموفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر